مساء الخير اكتمل اليوم عقد تحذيرات الدول الخليجية الشقيقة للبنان داعية رعاياها للامتناع عن السفر الى البلد الصغير بالنسبة لبعضها ولتجنب مناطق تشهد احداثا امنية بالنسبة لبعضها الاخر هذا العنصر المستجد يشغل الاوساط السياسية اللبنانية لليوم الثاني على التوالي وسط حال من الوجع والغموض والالتباس قبل ان تنضم الامارات وقطر وعمان والبحرين الى الكويت والسعودية في تحذير رعاياها قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان الاتصالات تسارعت مع الرياض التي تفهمت الموقف اللبناني مؤكدا اللا خوف من خضات امنية وان معالجة الوضع المضطرب في مخيم عين الحلوي شارفت على نهايتها وفي هذا الشأن حط عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد في لبنان لمتابعة معالجة الوضع في المخيم الذي ينعم لليوم الثالث على التوالي بالهدوء وسط التزام كامل بقرار وقف اطلاق النار على اية حال سيكون للاحمد اطلال الليلة ضمن برنامج السلطة الرابعة عبر الانبيئان في الشأن الاقتصادي والمالي يعقد مجلس الوزراء غدا الاثنين جلسته الرابعة المخصصة لموازنة الفين وثلاثة وعشرين وسط ترقب للمسلك الذي سيسلكه موضوع الاقتراض الحكومي من مصر في لبنان وفي اليوم التالي الثلاثاء يعقدوا لقاء وزاري في المقر البطرياركي الصيفي بالديمان اللقاء قائم في موعده على ما اكد الرئيس ميقاتي الذي وصفه بالتشاوري واستغرب ما اثير حوله سائلا اين هو التعدي على الطائف كما ادعى البعض خارج لبنان برزت ترددات العملية التي نفذها شاب فلسطيني في تل ابيب واسفرت عن مقتل شرطي اسرائيلي وجرح مستوطنين اقوى الاصداء عكستها وسائل الاعلام العبرية التي اعتبرت ان ما حصل فشل امني كبير مطالبة المسؤولين الامنيين بتقديم تفسيرات لكيفية قيام مسلح مطلوب ومعروف مسبقا للمنظومة الامنية بشق طريقه من قلب جنين الى قلب تل ابيب اما اوقح المواقف الرسمية العبرية فورد على لسان وزير الامن الاسرائيلي المتشدد اتمار بن غفير عندما قال ان من يقتل فلسطينيا يجب ان يحصل على شهادة تقدير اشتركوا في القناة